نفس الامر الاسلام طريقة لعبة الزمالك وليه الناس حتى لو النتائج كويسة مش راضي عن الادب في البداية طبعا الناس لازم تفرق بين الطريقة لعبة نفسها والشكل يعني الناس زمان كانت ممكن تربط ان 4-3-3 الطريقة هجومية وناس تانية تقولك 4-2-3-1 طريقة دفعية ده طبعا لا ما بياش موجود زي زمان لازم نعرف ان ادوار المدرب بيديها اللعبة هي اللي بتخلق الحل الهجومية او الحل الدفعية ليه الشكل بتاع الزمالك معجبش الجمهور تعاني اتكلم كده في المتشاط اللي فاتت احنا اتكلمنا اكتر من مرة هنا في الحلات اللي فاتت ان الزمالك عنده مطق فعلا في التحقلات ودي ازمة كبيرة جدا بتواجه الزمالك في ماتش مثلا ابو سليم كان عندنا الملعب عاملين ستريتش كويس اوي بس ان انت تنل الكورة من الملعب من مكان لمكان من صيد للصيد التاني كان بياخد وقت ده بسبب ان احنا الزمالك ما عندوش بروفايل لعيف في نص الملعب يقدر ياخد الريسك بتاع اللونج باس او يغير بيه الملعب الا اللهم رؤى ومع ذلك عنده مشكلة في التكنيك نفسه بتاع الباس بتاع اللونج باس الحاجة التانية والمشكلة الكبيرة اللي بتواجه نات زمالك الفترة دي هي ان بتحس ان كل خط بيلعب لوحده بمعنى بمعنى ان انت النهاردة كزمالك في الحالات الهجومية باول ما الكورة بتوصل للتلت الاخير في الملعب بتلاقي التلاتة اللي هم قدام اللي هم الوينجين والمهاجم لوحدهم مفيش اي صبرت من الناس التانية من لعبة نص الملعب وكأنهم موقفين مستنيين لما الكورة تقطع عشان يقوموا بأدوارهم الحاجة التالتة دفاعيا نفس القصة برضو في ماتش المصري كنت تحس ان المصري بيهاجم كل خط الوحده بمعنى ان الزمالك في الفترة الحالية وبالشكل الحالي كقدرات لعيبة وكنتاج تدريب تحس ان الفريق مش قادر يبقى كومباكت بمعنى ان الفريق مش قادر يبقى واحدة واحدة قريب من بعض بيقدر يمنع الخصب ان هو يعمل خطور عليه في ماتش المصري الزمالك في الخط الاول مثلا بسهولة جدا تقدر تتخلص من ضغط الزمالك بباس واحد والخط التاني تقدر تتخلص بباس تاني ولحد ما توصل لقدام الجون كان سهل جدا المصري خلص بنتيجة اكبر من كده النهاردة نفس القصة بالزبط الزمالك فيه جاب كبير جدا بين التلات خطوط بشكل مش طبيعي التمركز بتاع الناس مش مش كويس خالص التلاتة بتقع لعيبة نص ملعب التلاتة واقفين دايما ورايبين من بعض واقفين على نفس الخط التلاتة ممكن تضربهم بباس واحد ده حصل اه حصلت كتير طبعا النهاردة الزمالك اي نعم الزمالك فعلا ما جاش فيه جوان ولكن كان عنده فرصة خطر لسجرادة نفس الفكرة برضو الزمالك كان عنده فرصة خطر واحدة بس دي من الاستادس بتاع المارش لو نبصها الحالات بتاعت طول يا جماعة الحالات على طول نبصها الحالات بتاعت دي اول حاجة الكلامة عنها شوف الهاجمة فين والراجل فين هنا شوف الناحية دي خالص مفيش حد خالص سف الجزير مراحق نصر منسي هناك مفيش اي حد من ناحية العكسية خالص ولا الجنيح ولا ولا اي حد عشان كده الزمالك ما عندهوش كسافة عشان كده الفترة اللي فاتت كلها الاخر اربع ماتشات معنا النتاج كويسة ولكن الزمالك مش قادر يعمل فرص حتى في ماتش اللي خالص اربع صف نبص عالصور اللي بعدها برضو دي في اول ماتش دي في اخر ماتش دي اتعمل وان تو بين زيزو وشيكبالا ناصر منسي بتحرق له مفيش اي حد مكمل من السناية بتاع نص الملعب سواء روقة او دونجة او حتى عمر السيس اللي كان مكلف بالمعمل لجومية حتى شيكبالا اللي عمل وان تو مع زيزو المفروض يبدأ يطلب يدخل جوه اكتر عشان يدي الحل اللي زيزو انه اي بقى يعمل الكات باس فضل في مكانه وده واضح ان الزمالك ما عندهوش باتر معين للاختراق على الخصوم واعتقد لو بصنا في الستات بتاع الزمالك في اخر ماتشاط البيجي تشانس نفسها اللي لها الفرص الكبيرة مش موجودة كتير في الزمالك نبص عالصور اللي بعد كده بص هنا الزمالك في حالة البلد اوب فين لعبت نص الملعب فين الوينجات في المساحات دي عشان يديني اوبشن انا اطلع بسهولة الزمالك بيعاني بشكل رهيب جدا في قصة البلد اوب هنا مفيش غروها والراجل شوف المساحات دي الدايرة بيشاور وهو مش شايف اللي بيحصل لهنا هو دونج نزل استلم وهو الراجل مش موجود نبص عالصور اللي بعدها هنا في مشكلة كبيرة جدا ان انت ما عندكش لعيبة استباقية بمعنى انت كنادي الزمالك لازم لعيبتك دايما وانت معاك الكرة لازم لعيبتك طول الوقت تبقى حل عشان تضمن ان الكرة معاك تبقى معاك طول الوقت هنا الزمالك هيتلاقي بالقاوت دونجا وروق الاثنين وقفين مستنيين ان الكرة تتقطع عشان يبدأوا يضغطوا انما شوف المساحة هنا مفيش ليه مفيش حد فيهم بدأ يتحرك في المساحة اللي فضيت بين التلاث لعيبة دي دي مشكلة كبيرة جدا هنبص بعد كده هنا بقى ازمة كبيرة انا مش مش تلاقي لحل هنا حيضة تلعب لوف سايد او ضربة حرة غير مباشرة عبدالشافي ودونجا مدين ضهرهم للقرة تماما يا جماعة فيهم ساحات كبيرة جدا ومنظومة الضغط بتاعة سجرادة مش احسن حاجة وبعد عن بعض اللي مادي ده ده 100% تعليمات من المدير الفني ان عوض هيرفع وخلاص هنبص في كرة تانية خمسين كرة طويل هو ده يفصل بص الكرة اللي بعد طب بنلعب على القرات الطولية حتى مش بنلعب على الجزيرة مش عالناصر منسي هنبص على الصور اللي بعدها نفس القصة دي كرة تانية دي ضربة مرمة تانية شوف واحد اثنين ثلاثة اربعة احنا عندنا كامل لعيب ست لعيبة من الزمالك منهم اربعة مدين ضهرهم للملعب ما بالزبط انا مش عارف التفاصيل دي ازاي لازم يكون فيه تمام بي هنبص على اللي بعد كده اللي بعد كده احنا عندنا مشكلة تانية اثناء الضغط ايه يا المشكلة اثناء الضغط انه ثنائية نص الملعب اللي هو رؤة ودونجة دايما عندهم مساحة في ظهرهم بيتحرق فيها المهاجم والوينجين بتوع سجرادها بسهولة جدا والاثنين ما كانش عندهم اي معلومة عندهم دايما على القرى وما عندهمش معلومة على المساحة اللي بتحصل وراهم فبالتالي فبالتالي كان بيحصل كان سعلي جدا ان يحصل اختراق الزمالك النهاردة زي ما حصل اليوم ماتش المصري دي النقطة انا كانت فيها ممتاز